موسيقى شاهدين الكرام أهلا بكم إلى موعد الثالثة الإخبارية بداية أوريا فرى اليوم جثمان والمجاهد الراحل علي أمغود بقرية أث أيت وارث ببلدية تيميزار بولاية تيزيوزو بحضور سلطات المدنية والعسكرية وجمع كبير من المجاهدين ورفقاء الكفاح إلى جانب أفراد عائلة المرحوم ومواطني المنطقة وعلى إثر وثاة المجاهد علي أمغود يتقدم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بتعزيه الخالصة لعائلة الفقيد وكل الأسرة الثورية مشيدا بنضالاته وإسهاماته خلال ثورة التحريرية المباركة هذا وتوفي المجاهد علي أمغود أمسي عن عمر نهزى 95 سنة حيث كان ضابطا في جيش التحرير الوطني بالولاية الثالثة ومناضلا في الحركة الوطنية والمنظمة الخاصة إن لله وإن إليه راجعون فقدت الصحة والفنية اليوم الفنان القدير محمد حزيم عن عمر نهزى 70 سنة بالمستشفى العسكري بوهران بعد صراع طويل مع المرض الفقيد الذي أثرى الصحة الفنية بالعديد من الأعمال الفكاهية التي طالما صنعت البهجة وزرعت البسمة في بيوت الجزائريين لسنوات طوال رحل بعد مسيرة حافلة موصومة بأعمال خالدة في سجل الفن والكوميديا على وجه الخصوص أبرزها سلسلة بلا حدود التي تألق فيها من خلال آدائه المتميز وعلى إثر هذا المصاب الجلل يتقدم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد بون بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة لعائلة الفنان الراحل محمد حزيم وإلى كل الأسرة الثقافية والفنية مشيدا بموهبة الفنان الذي يعد وجها بارزا وإسما مبدعا مما زرعوا الابتسامة والبهجة في الكثير من البرامج الإضاعية والتلفزيونية الهادفة والممتعة هذا ويوار الثراج وثمان فقيد الصحة الفنية محمد حزيم غدا بمقبرة عين البيضاء بوهران بعد صلاة الظهر إن لله وإن إليه أراجحون استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامر اليوم المبعوث الخاص لرئيس الأنغولية في الذاكرة التاريخية نظم منتدى جريدة الشعب اليوم ندوة تاريخية حول مجازر الثامن ماي 1945 نشطها الساتذة وباحثون في التاريخ تطرقوا إلى أهم وقائع وأحدث هذه المحطة من تاريخ الجزائر وجرائم الاستعمار الفرنسي وأساليبه في إبادة الشعب كما تطرق المتدخلون إلى مسألة الذاكرة الوطنية وكيفية ترسيخها وصولا إلى قضية ضبط المصطلحات التاريخية دوليا وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة يواصل المستوطنون اليهود منذ أكثر من عشرة أيام تجريف أراضي بالأغوار الشمالية على مقربة من خيام المواطنين في المنطقة عملية نهب الأراضي الفلسطينية يوما لم تتوقف من قبلية المستوطنين حيث أدنت الخارجية الفلسطينية سرقة الأراضي بشكل واسع النطاق خاصة في منطقة الأغوار المحتلة تحت مسميات مختلفة تترافق وعملية تطهير العرقي والتهجير فيما تواصل قوات والاحتلال الصهيونية حملات الاعتقال التي طالت اليوم شاباً فلسطينياً جنوب جنين أثناء عودته من عمله في أريحة وثلاثة آخرين غرب جنين من بينهم أسير محرر واقتحمت عدة بلدات في المحافظة وبأوكرانيا في الوقت الذي هددت فيه الدول الغربية بإقرار عقوبات وشيكة تستهدف القطاع المصرفي الروسي وقع رئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يحضر إجراءات المعاملات والوفاء بالالتزامات تجاه الأفراد الأجانب وكذا تصدير المواد الخام والمنتوجات من روسيا لصالح الأشخاص الخاضعين لعقوبات داخل روسيا يحدث هذا في وقت حذر فيه وزير الدفاع الروسي من دخول أي وسيلة نقل تابعة للناتو محملة بالأسلحة إلى أوكرانيا إذ ستتعامل معها كهدف عسكري مشروع للتدمير ميدانياً يواصل الجيش الروسي عمليته العسكرية الدفاعية حيث دمر عبارة عائمة وأربعة مستودعات للذخيرة والأسلحة في أوكرانيا وبهذا نكون قد وصلنا إلى الختام شكراً على المتابعة في أمانياً اشتركوا في القناة